نوكيا 8 ما كان في مؤتمر ما كان فيه لايف ستريم ما كان فيه كان مثل برس كونفرنس مكان كان وايد صغير فيصل السيف كانو مسوي خوش تغطية احطلك فيديو راح يكون تحت موجود عندك تبششوف الفيديو وطبع اولي حق اخونا فيصل راح يكون موجود الرابط تحت بس ككل النوكيا 8 اكد كل التسريبات الي احنا شفناها الشغلات الي احنا كنا ما نبينشوفها وشغلات الي احنا فعلا نبينشوفها كلها راح تكون موجودة مع النوكيا 8 من ناحية التسريبات طبعا ويش وربي لك الحمد ان يقدر تنزل فيديو ما من نوكيا قبل ايتم العلان الرسمي لان احس كل اللي انا قلته تأكد راح يشرح لكم ايش لون خلت تكلموا شي عن شون مواصلات النوكيا 8 سناب دراجين 835 4 جيكبات داكرة عشوائية 64 جيكبات داكرة داخلية حلوين شاشة 5.3 بوصة دقة Quad HD على IPS Profiling LCD Panel هم حلوين كاميرتين من الخلف 13 ميجا بيكسل F2.0 مثبت بصري واحدة راح تكون ملونة والثانية راح تكون البيض وسود بشراكة مع شركة كارل زايس وايد حلوين كاميرا امامية راح تكون 13 ميجا بيكسل F2.0 هم تقدر عندك خاصية يديدة من شركة نوكيا ان تقدر تشغل الكاميرتين بنفس الوقت فبدالة يصير عندك سلفي راح يصير عندك بوثي التلفون راح يكون مصنوع من الانوداز الالومينوم غوريلا غلاس 5 كورنرينج من الامام و النظام تشغيلي ماله راح يكون اندرويد 7.1.1 نوكيت خام بالكامل لأي درجة تقولولي خام لدرجة ان نفس العرض ليهيك على تد جوجل اللي هي البيكسل والبيكسل XL من تستخدم انتا نوكيا 8 او نوكيا 6 او نوكيا 5 راح يجيك اللمتد ستوريج والناحية لجوجل فوتوز لان النظام تشغيلي راح يكون سبورتد او مدعوم من شركة جوجل هذا كلها راح يكلف 599 يورو ما يعادل 200 دينار 205 دنانية تغريبا يعني تغريبا 700 دولار امريكي يستاهل السعر ولا لا انا شوف سعره بالضغط نفس اله تي سي يو 11 نفس السوني اكس بيري اكزي بريميم و نفس السامسونج غالكسي اس 8 ويعطيك نفس المواصفات تقريبا اللي راح يفرق هو طبعا بازلس ديس بلاي المو موجودة حاليا الا على السامسونج غالكسي اس 8 او تلفون القديم الجي جي 6 وباجل امون راح تكون نفس الموجودة على تلفونات الثانية بس شن اللي راح يميز النوكيا 8 هو نظام تشغيلي باستثناء ان العتادة اللي عليه راح يكون بضط نفس السوني اكس بيري اكزي بريميم الا نظام تشغيلي لان راح يكون من شركة جوجل فرايح تعطيك اداء راح يكون وايد وايد اقوى البطارية مات راح تكون 3090 ميلي امبير على 5.3 بوصة كوايد اش دي ال سي دي بانل نشوف اتوقع اداءها راح يكون جيد USB Type C Quick Charge IP54 رايتنج اعلى حتى من جوجل بيكسل اكس ال بس اقل من باجل تلفونت كلها حتى من IP68 وهالأمور هذي كلها راح تتوفر باذن واحد احد في شهر 9 حتى عندنا احنا بعالم العربية يمكن نشوف مانا راح يكون دول سيم كارد او الهايبرت سيم كارد انا تحط سيم كارد ومممري كارد او سيم كاردين وما تحط مممري كارد فمتحمس حق التلفون بصراحة متحمس هذا اول فلاك شب من شركة نوكي رجعت عن نظام تشغيله مال اندرويد فاكيد وايد متحمس لتلفون راح يتوفر منا اربع الوان واحد منهم راح يكون سبيشل ينزل عليه 128 جيك بايت ما انا متأكد اذا هو كحلي اللماء او الكحلي العادي ما انا متأكد بس تلفون هم راح ينزل منا اللون سيلفر ولون اسمه كوبر او نحاس طبعا بد ما يخالف انا قاعد اسوي هذا الفيديو بدل تي شيرتي فانحين بتشوفوني انا قاعد ادور على التلفونات اللي نفس اللون تقريبا بس بلون تي شيرت ثاني لان انا بدل تي شيرت تي شيرت مو مضروبة اوتي هذا بدل تي شيرت لان التلفون راح يمنى لون اسود راح يمنى السيلفر وراح يمنى لون كوبر ونزل على نوكي اي 7 دقيقة عندي عندي يا لحظة دقيقة مو هذا البراوي كميه بي سحبا دقيقة 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 موسيقى اوكي هذا هو واحد ثاني ها براوين كمية بس مو هادريني موسيقى موسيقى هذا النوكيا E75 بال E75 نزلوا مننا لون اسمه موسيقى فلون الكوبر او لون النحاس موجود كان على النوكيا E75 E52 بس E75 لان كان يلمع فهي ممكن اقرب لون حقه واشن شفنا نوكيا رجعته مرة ثاني على النوكيا 8 ف أههههههههههههههههههههه ممتاز واحدة من الخاصيات الي رح تكون موجودة بالتليفون هي الكاميرا رح تصويرك ثري دي ادي ونصري شفناه معيه HTC U11 معناه انه رح يكون سلف اوير اذا الصوت ايك من هنا راح تسمع صوته ايك من هنا واذا انت زومت على صوته معين تقيمة المايك راح يزوم معاك علشان يلتقط الصوت اللي انت تابع تسمعه ومسمينها التقنية شركة نوكيا اوزو 360 وليها مبنية على اوزو كاميرا اوزو مالات شركة نوكيا بناوها مقبل سنتين تغريبا وقعا يستعملونها بحليوود حق السينماتيكس عشان تسوي محتوى ويكون 3D او virtual reality فممتاز الذي تم اعلان علي امس اكد كلامي من ناحية تعلم نوكيا 9 يكون نوكيا 9 هي هاجتيちو А 6s او 8s이라고 هاجتيو راح يكون عليه بطاريا أداءéepe 3200Mh هاي 3500Mh او هاجتيو راح يكون عليه عائله IP68 و هايتيو راح تكون عليه شاشته 7d كواد ادش دي هال reason من غير الحواف و هايتيو راح يكون على خطف تلفون قد تحول لا يمكن عليه الولات والعزوات والغير من الامور الى احنا اتمنى ان نستطيع ان تتقدم موجودة على النوكيا 8 بس واضح جدا انه نوكيا قاعد تسوي نفس الكانت تسوي قبل تعطيك تليفون يعتبر فلاكشيب بس فيه تليفون ممكن يكون احسن منه راح ينزل وهذا الكانت تسوي لكيه نوكيا 8 عمره ما راح يكون بقوة نوكيا 9 متى راح يتمل عن الإعلان عن نوكيا 9 واذا نوكيا 9 راح ينزل خلال هذه السنة الله واعلم بس ثق وآمن انه راح يكون فيه شي اسمه نوكيا 9 مثل ما قلت لك الفيديو هذاك فتأكد انت ما شفت الفيديو اللي انا نزلتها امس احطلك رابط تحت بعد شوفه خوش فيديو خلقتني العبره بجم مقطع ناس وايد لاحظت هالشي وآهلا وسهلا نوكيا واخيرا تو الناس واخيرا نوكيا فلاكشيب على نظام تحقيق المالاندرويد متحمس له وحمد الله ربي لك الحمدية لدعوة من شركة نوكيا ازاهم الله خير راح يكون موجود في دبي تاريخ 28 ثمانية علشان الاعلان الرسمي من نوكيا عندنا احنا في دول العربية تابعنا على انستغرام سناب شات عشان راح سورك التقطيع اول باول هناك وبعدين اكيد على القناة تمالة يوتيوب وان شاء الله اراجع لكم تلفون اول من حصلة فقط بس بسامحة على البالوكسور سلامتكم تعيشون احمد بعوريكي فوما الله كريم